بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتناول في هذا الدرس الرابع من دروس علوم القرآن ما يتعلق بنشأة هذا العلم في الدرسين أو في الثلاثة الدروس السابقة تكلمنا عن تعريف علوم القرآن ثم بينا أهمية علوم القرآن كعلم مدون يحتاج إليه كل مسلم على وجه العموم ثم على وجه الخصوص يحتاجه طلبة العلم حاجة ماسة لأنه وهذه تكملة يمكن أن يقال بأنها تكملة لما سبق أن تكلمنا عنه في اللقاء السابق وهو أهمية علوم القرآن أن هذا العلم يعتبر مدخلا لدراسة القرآن الكريم فلا شك أن من أراد أن يتعلم القرآن الكريم كما مر معنا يحتاج إلى هذا العلم ولذلك يطلق عليه بعض أهل العلم المدخل إلى دراسة القرآن الكريم وهذا هو عنوان كتاب من أفضل الكتب في علوم القرآن ومن أحسنها وهو كتاب المدخل في دراسة القرآن الكريم أو المدخل إلى دراسة القرآن الكريم لمحمد أبي شهبة رحمه الله تعالى حيث جعل كتابه في علوم القرآن بهذا العنوان المدخل إلى دراسة القرآن الكريم وهذا يدل على أن علوم القرآن أن هذا العلم يعتبر مدخلاً لدراسة القرآن الكريم والمدخل هو أول خطوة ينبغي أن تسلك لتعلم القرآن الكريم فهذا يتعلق بما سبق أن بيناه في اللقاء السابق وهو أهمية علوم القرآن الكريم نتناول في هذا اللقاء إن شاء الله مسألة تاريخية ودائماً معرفة تاريخ العلوم من الأمور المهمة لأنها تبين كيف نشأ هذا العلم وكيف تطور والمراحل المهمة في تاريخ هذا العلم وهذا لا شك أنه أمر مهم يحتاج إليه طالب العلم على وجه الخصوص لأنه يتعلق به أشياء كثيرة ومسائل متنوعة يعرفها أهل العلم خاصة من له عناية بالتاريخ نشأة علوم القرآن يمكن أن يقال بأن نشأة علوم القرآن مع بداية نزول القرآن الكريم هذا معلم يمكن أن يجعل كنقطة بداية فعلوم القرآن نشأت مع نزول القرآن الكريم لما نزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نشأة علوم القرآن من حيث أن الحاجة إليه بدأت وبدأت موضوعات تتعلق بعلوم القرآن تنشأ مع نزول القرآن الكريم لأن علم علوم القرآن يشمل نزول القرآن فهو من موضوعات علوم القرآن الرئيسية ولذلك نزول القرآن هو الذي بدأ به القرآن أصلا بدأ القرآن بالنزول بدء الوحي أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه من مباحث علوم القرآن إذن بدأ علم علوم القرآن مع بداية نزول القرآن هذا كبداية كيف نشأ كيف تطور إلى أن وصل إلى العصر الحاضر هذا ما سنتروله إن شاء الله في الدقائق التالية فنقول يمكن أن يقل بأن علوم القرآن مر بأربع مراحل المرحلة الأولى مرحلة المشافهة والتلقي وكان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبداية أو عصر الصحابة رضي الله عنهم المرحلة الثانية مرحلة التدوين الذي كان في كتب أخرى دو علوم القرآن لكن كان تدوينا مفرقا ثم مرحلة التدوين والتأليف المستقل ثم مرحلة التأليف في العصر الحاضر وهذه أربع مراحل المرحلة الأولى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقال في هذه المرحلة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمر فيها كان مبنيا على التلقي والمشافهة وذلك أن الحاجة كانت قائمة لوجود مسائل هذا العلم لأن هذا العلم علوم القرآن يدخل تحته مسائل التفسير ويدخل تحته كذلك علوم اللغة التي تتعلق بالقرآن الكريم كغريب القرآن مثلا وإعجاز القرآن الذي يسمى الإعجاز وهو التحدي بالقرآن كل هذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور بدأت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقد أورد الشيخ مناع القطان في كتابه في أول كتابه بعض المواقف التي تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشياء أو كانت تشكل عليهم بعض الآيات فيبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أشكل عليهم المراد بالظلم في قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ذكرها الشيخ رحمه الله في أول كتابه كما يمكن أن نشاهد هنا وهذا يعني عرض لكتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان رحمه الله تعالى حيث ذكر في أول كتابه بعض الآثار والأحاديث التي تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كان يشكل عليهم أشياء فيسألون عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو كان عليه الصلاة والسلام يبينها بمجرد رؤيته لهم وهم يستشكلون ما ينزل من الآيات فيفهمونه على وجه ليس هو الوجه المراد روى الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلموا نفسه قال إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك فهذا طبعا يتعلق بالتفسير وهو جزء من علوم القرآن فيه تخصيص للعموم لأن ظلم هنا فهمه الصحابة على المعنى العام وهو كل ظلم كل معصية تدخل في الظلم في الآية فخصص الظلم بنوع من أنواعه وهو الشرك وهذا يسمى تخصيص العام وهو من مباحث علوم القرآن وهو من مباحث كذلك الأصول على كل حال هذا مثال أورده الشيخ رحمه الله وكذلك ذكر حديث أخرى تدل أو توضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين القرآن لصحابته رضي الله تعالى عنهم كان هناك كتابة القرآن كانت موجودة كانوا يكتبون القرآن وقد نهوا أن يكتبوا شيئا غير القرآن فكان هناك كتبة الوحي وكان يكتب القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من علوم القرآن في عهده عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بعلوم القرآن وكانت موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هذه الأمور أيها الإخوة الكرام لم تدون كما ذكرنا لكم إلا ما يتعلق بكتابة القرآن فقط يكتب كان يكتب حتى يحفظ لماذا لم تكتب قال العلماء طبعا كان أكثر الصحابة رضي الله عنهم أميين لا يقرؤون ولا يكتبون كذلك أدوات الكتابة لم تكن متيسرة وإنما كانوا يقتصرون على كتابة المصحف الآيات التي تنزل وكان ذلك أيضا فيه مشقة ولذلك كانوا يكتبونها على العسوب وعلى اللحاف وغير ذلك من الوسائل البدائية التي كانوا يحتاجون إليها أو يستثمرونها في كتابة القرآن أهم من ذلك كله لم يكتبوا مسائل هذا العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن كتابة أي شيء سوى القرآن كما أورد المؤلف عندكم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم حتى لا يختلط شيء بالقرآن الكريم فبقيت مسائل هذا العلم تدور على التلقي والمشافهة بين الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك تأتي مرحلة التمهيد لتدوين علوم القرآن وهي المرحلة الثانية والمقصود بالتمهيد لتدوين علوم القرآن أي أن بعض مسائلة دون إما في علم آخر ضمن علم آخر كعلم الحديث طبعا علم الحديث والجمع الأحاديث من الأوائل العلوم التي دونت فصنفت المصنفات وكتبت المسانيد والموطئات والصحاح كما نعلم ومن ذلك موطئ الإمام مالك المتوفى سنة 179 وكتب السنة التي جاءت بعده اجتملت على بعض الأحاديث التي تتعلق بالقرآن الكريم من حيث نزوله من حيث الأحرف السبعة مثلا التي نزل عليها القرآن إلى غير ذلك من المسائل التي تتعلق بالقرآن دون التفسير والتفسير نوع من أنواع علوم القرآن مثلا في سنة 150 توفي مقاتل بن سليمان رحمه الله ولو كتاب في التفسير موجود تفسير مقاتل بن سليمان مطبوع وموجود فهو موجود إذن دون في هذا لكنه جزء من علوم القرآن وهذا ما جعل العلماء يقولون أو سماه بعضهم التمهيد لتدوين علوم القرآن بمعنى إما أن يكون بعض مسائل علوم القرآن دونت في كتب أخرى تتعلق بعلوم أخرى أو أن بعض موضوعات القرآن كتبت كتابة مستقلة وقد أورد المؤلف من ناع القطان عدة كتب تتعلق بالناسخ والمنسوخ مثلا أبو عبيد القاسم ابن سلام المتوفى سنة 24 ومئتين من الهجرة له كتاب في الناسخ والمنسوخ ولو كتاب في فضائل القرآن وهي كتب مشهورة معروفة إذن هي أنواع دونت وحدها مثلا ابن قتيبة المتوفى 276 تقريبا له كتاب في غريب القرآن له كتاب في مشكل القرآن وهي من أنواع إما تدوين لعلوم القرآن أو بعض موضوعاته في علوم أخرى أو في مصنفات أخرى تتعلق بعلوم أخرى أو دونت بعض مباحثه تدوينا مستقلا كالناسخ والمنسوخ كفضائل القرآن كغريب القرآن كمعاني القرآن كالتفسير هذا التمهيد لتدوين علوم القرآن ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي تدوين علوم القرآن كعلم مستقل في كتب خاصة به هذه المرحلة اختلف العلماء متى بدأت ومن أول من ألف كتابا في علوم القرآن طبعا أورد الشيخ منناع القطان نقلا عن محمد بن عبد العظيم الزرقاني رحمه الله في كتابه مناهل العرفان أن كتاب للحوفي وهو متوفى في القرن الرابع عنوانه البرهان في علوم القرآن وذكر أنه من أول ما صنف والحقيقة أن هذا الكتاب كتاب ليس في علوم القرآن وإنما هو في التفسير وفي غيره من علوم المتعلقة بالقرآن فهو كتاب عام يمكن أيضا بعضهم قال إن كتاب فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن للإمام ابن الجوزي المتوفى في نهاية القرن السادس خمسمائة وتسعين تقريب ستة وتسعين أو سبعة وتسعين من أول ما كتب ثم ألف البلقيني كتاب في علوم القرآن ثم جاء الكتاب المشهور البرهان في علوم القرآن للزركشي ثم بعده طبعا الزركشي متوفى في القرن الثامن ثم بعده جاء كتاب مباحث أو الإتقام في علوم القرآن للسيوطي ممكن أن نستعرضها كما أوردها المؤلف ذكر هذه الكتب ذكر طبعا كتب لأكثر من عالم لكن هذه هذا باختصار ويمكن من أراد التوسع أن يرجع إلى الكتاب نفسه ذكر أن طبعا الزركشي توف في سنة سبعمية وأربعة وتسعين وألف كتابه الكبير المشهور البرهان في علوم القرآن ثم ذكر أن طبعا البلقيني متوفى سنة ثمامية جلال الدين البلقيني متوفى سنة ثمامية وأربعة وعشرين فهو بعد الزركشي ألف كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم ثم كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي المتوفى سنة تسعمية وأحد عشر ثم جاءت كتب كثيرة خاصة في العصر الحاضر لعلنا نؤخر الكلام عن هذه المرحلة إلى الدرس القادم لأن الوقت أدركنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير هذا ما يتعلق بنشأة علوم القرآن أخذنا المراحل الثلاث بقيت المرحلة الرابعة ثم بعد ذلك ما يتعلق بأهم موضوعات علوم القرآن لعلنا نرجعها في اللقاء القادم أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين